ترى المبعوث الأمريكي للسودان من كارثة إنسانية في الفاشر مع حجد الدعم السريع لمقاتليهم وطالب طرفي الصراع بوقف القتال وإتاح دخول المساعدات بالموازاة نددت منظمة هيومن رايد سواتش بما يجري من إعدامات وتعذيب وتمثيل بالجثث من قبل طرفي النزاع في السودان مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب ودعت المنظمة كلا من قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى ضرورة وقف هذه الانتهاكات مطالبة بإجراء تحقيقات دولية تضم بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقص الحقائق في السودان أعلن مصدر عسكري سوداني سقاط مسيرتين في محيط قيادة الجيش بمدينة شندي حيث جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوية التي أسقطت المسيرات من دون وقوع خسائر مادية أو بشرية من أمدرمان مراسل الحدث شهدي نادر ينضم إلينا مرحبا بك شهدي استطلع منك الوضع الميداني الآن بعدها ننتقل إلى موضوع هام وهو موضوع أبو سميق نعم حسين كما تعلم فإن عموم جبهات القتال في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من المناطق تشهد حالة خمول وحالة هدوء حذر إلا عمليات قص متبادل تتم في محيط مدينة الفاشر حيث تعمل قوات الدعم السريع على دخول مدينة الفاشر والسيطرة عليها في مقابل ذلك يستميت الجيش السوداني وتستميت عناصر قوات المشتركة التي تدبع الحركات المسلحة في الدفاع عن مدينة الفاشر في ظل تحذيرات أممية وكذلك الدولية ومناشدات ومطالبات بوقف الأعمال العدائية حول مدينة الفاشر باحتبار أنها تمثل آخر ملاذ آمن للمدنيين في إقليم دارفور منتصف نهار هذا اليوم حسين حوى بعض التطورات وهي تحليق مسيرتان في سماء مدينة شندي وتحديدا في محيط مقر الفرق الثالثة مشال التابعة للجيش السوداني والذي تمكنت أنظمة الدفاع الجوي التابعة له من إسقاط المسيرتان في مناطق بعيدة عن المناطق السكنية وكذلك عن المناطق العسكرية دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية حدثت ربك بعض الشيء وسط المدينة ولكن عاد الهدول يتسيد الموقف في مدينة شندي وفي عدد من القرى والبلدات الواقعة بجوارها إن كان لديك سؤال معين حوله بصميق يمكن أن أترك السؤال قليلا أو أحطيك بعض التحديثات التي تحصلت عليها قبل قليل والتي تتمثل في زيادة حالات الإصابة نعم محمود يعني أنا بالطبع لدي سؤال واثنين وثلاث وأربعة ولكن باعتبارك أتيت على هذا المرض نبدأ به وتفاصيل ما وصل إليك يا شهدي نعم هناك زيادة حوالي مئة حالة إصابة جديدة بعدما كانت مئتين وستين حالة إصابة سجلتها مضابط وزارة الصحة والمراكز الصحية وفرق التقصي التابعة لها اليوم تم تسجيل أصبح العدد الكلي للمصابين أكثر من ثلاثمائة وخمسين حالة إصابة وهو كما تعلم حسين مرض سريع الانتشار هو لا يشكل خطر وليس مقلق ولكنه يبقى سريع الانتشار للحد البعيد في ظل ظروف صحية في ظل كذلك تأثيرات السيول والأمطار التي تحتل بقذارة يمكن أن تتسبب في سرعة انتشار هذا المرض وانتقاله إلى خارج الولاية الشمالية في ظل استمرار الحركة رغم صعوبتها بسبب الأمطار والسيول شكرا جزيلا لك من أم درمان زميل شهدي نادر مرسل الحدث أعلنت وزارة صحة سودانية في الولاية الشمالية عن ظهور مرض سريع العدوى يسمى التهاب الجلد البكتيري أو بالصميق وقد سجلت 260 إصابة حتى اللحظة بالمرض توزعت في عدة محليات بالولاية وقال وزير الصحة في الولاية الشمالية إن الوزارة وضعت الترتيبات اللازمة لمكافحة انتشار الوباء وقال إن الأمطار الغزيرة والسيول أدت إلى ظهور أمراض خطيرة ما يتطلب تكثيف الجهود لتطويقها والوقاية منها ترجمة نانسي قنقر من ناوتا ونقب طباء سودان في كندا ونطق رسمي باسم اللجنة التمهيدية لنقابة طباء سودان الدكتور سيد محمد عبد الله ينضم إلينا مرحبا بك حكيم أبدأ معك مما تم نقله وانتشاره أبو الصميق تعرفنا أول شيء على هذا المرض وفيما إذا كانت هناك طرق للعلاج بشكل مباشر مرحبا بك وبمشاهدي قناة الحدث أهل المسهلا وللأسف يعني ما يدمي القلب أنه مع استمرار هذه الحرب بستة عشر شهرا إلى الآن وبطول الأمطار بغزارة وهذه الفيضانات والسيول كل هذا يزيد من معاناة المواطن بالإضافة إلى هذه الأمراض التي بدأت تظهر وهذا متوقع يعني في ظل الخريب وظل الفيضانات لأن هناك انتشار لأوبئة مثل الكوليرا واسم الحزبة وهذه الأمراض الجلدية المهدية لأنه كما تعلمون أنه أكثر من 12 مليون نزحوا خارج منازلهم وتراكمت أعداد من النازحين في أماكن ضيقة كل هذا طبع بالطبع يؤدي لانتشار كل الأمراض المعدة طيب جديد هذا المرض جديد صفاته يعني كالجدري يعني نريد أن نتعرف عليه كي يسمع الناس وعندما تكون هناك إصابات من الممكن يعني الاحتياط فيها يعني حسب معلوماتنا كلها إلى الآن هي من وزارة الصحابي الملاء الشمالية كما ذكروا أن هذا المرض هو مرض جلدي معدي وقد يتمكن زملان من أخصطيات جلدية من توصيه بصفة دقيقة ولكن هذا المرض هو معروف من قبل بيسم أبو الله السيق ولكن كما ذكرت نسبة للإستحام ونسبة لسوء التغذية ونقص المناعة عند السكان تنتشر مثل هذه الأمراض ولكن بوقاية بسيطة بتجنب الاحتكاك مع المصابين وتجنب السوائل من المصابين لمسها وهكذا بكل هذه الاحتياطات من الممكن أن يعني طيب هل أجريت أي اتصالات مع بعض المعنيين يعني خارج جغرافيا سودان من أجل على الأقل اطلاعهم وأطلاعهم على ما يجري في هذه الولاية الولاية الشمالية من أجل عسى أن تكون هناك مساعدة طبية أو أي شيء آخر للناس نعم في مثل هذه الحالات كما حدث للكوليراد تكون هناك يعني جهود من وزارة الصحة الولاية مع وزارة الصحة الاتحادية مع منظمة الصحة العالمية لإجراء الفحوصات اللازمة المركز الفحوصات الرئيسي هو الآن في بورس سودان ولكن مع طول الأمطار وصعوبة التنقل قد تأخذ هذه يومين أو أكثر من يومين أو ثلاثة أيام حتى تظهر النتائج لنعرف بالضبط ما هي طبيعة هذا المرض وما هو تشخيط طيب كذلك دكتور أريد أن أسألك فيما إذا كان هناك يعني في الفترة السابقة من خلال الحديث عن وضع السودان الصحي عن وضع السودانيين إذا ما قدم شيء لهم في مكان ما سواء الولاية الشمالية أو غيرها طبعا مع استمرار المعارك وزاد الطيم بل كما نقول هذه الأمطار زادت الأوضاع السوءا وتقطعت الطرق وحتى المواطن يشتري من جيبه يدفع من جيبه وحتى زملائنا الذين يقومون بأعمال بطولية من أطباء وكوادف صحية وغيرهم من العاملين في الحقل الصحي يعانون الأمرين لأنهم لم يصرقوا مرتباتهم ولكن رغم كل ذلك يعني يبدلون الجهد الذي يمكنهم أن يبدلوه وهناك كما نعلم أيضا منظمات مثل منظمات الصحة العالمية والصليب الأحمر والهلال الأحمر واليونسيب كلها يعني بدلت جهدها وحاولت اتصال أنتم حكيم هل لكم دور معين مثلا من خلال متابعتكم مناشدتكم لزملاء لكم في دول العالم من أجل حديث مباشر مع طباء سودانيين منتشرين من أجل تشكيل لجنة مجموعة صوت الطبيب يصل في بعض الأحيان وقد تساهم بعض الأمور في الوصول إلى مساعدات لهؤلاء الناس نعم يعني مثلا هناك الشبكة اسمها قبل الأمس حضر يعني بدأت حملة من الأمس لكنها من شهر يوليو عقية هي من عدة متخصصين في الأوبئة وبمشاركة وزير الصحة وقد وضعوا خطة لمناشدة العالم ولجمع المساعدات الممكنة والتنسيق فيما بين المهانحين وكل هذا مجهود مقدر وأيضا زملائنا بالخارج يعني يقومون بجهد كبير خصوصا في أمريكا ولهم مستشفيات داخل السودان شكرا جزيلا لك من أوتاوانا قيب طباء سودان في كندا والناتق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية لنقابة طباء سودان الدكتور سيد محمد عبدال ترجمة نانسي قنقر